سألك تحديدنا كابتان عبد الحميد عن عبدالله السعيد عبدالله السعيد النهاردة وفي المباريات الماضية دايماً لابسة عبدالله السعيد لمسة حلوة ومهمة في الملعب بس تحس ان عبدالله السعيد لسه ما جابش عبدالله السعيد في نادي الزمالك المشكلة هنا مشكلة عند عبدالله السعيد ولا مشكلة في المركز اللي بيلعب فيها عبدالله السعيد لا هو طبيعي ان عبدالله دايماً معظم لعبوا حتى مع بيرامد سواء كان بيلعب ها أو بيلعب تمانية بينزل يستلم على كل كرة وبيختم على كل كرة فيتحرك في كل الأماكن في المرحل فلسه طبعا إنتاجه لأنه برضه يعني مش هتقدر تحكم عليه دلوقتي لازم ياخد فترة من التقاق عايز أقول لك أن الفرقتي اللعب النهاردة بأربعة تلاتة تلاتة اللي عنده الزكاء بيختار أنه أنت لما يبقى عند النادي الأهل أطراف كويسة يعني عندك محمد هاني وبرستاو بيكونوا جاب وعندك علي معلول مع حسين الشحاد بيكونوا جاب هنا بتتحول الطريقة الدفاعية بتاعتها أننا لازم يكون عندي تلاتة على الاتنين بمعنى أننا يكون عندي الهاف دايما مع الباك والباك دايما مع الهاف بيقفلوا عليهم وبيضغطوا عليهم ضغطوا متميز بيمنعوهم أنهم هما يقدروا يشتغلوا وبخلي ديفندر من الديفندرات يميل عليهم يبقى تلاتة في الجابهة دي أفلين فمهم جدا جدا وده عمله النادي الزمالك سواء من الجابهة اليمنى أو الجابهة اليسرى فعشان كده ما تلاقيش النادي الآهل أطراب في اشتغل لما ييجي في العمق وأنا قمت أن قلت لك أن لما يبقى عندي تلاتة في العمق مع الهافين بيبقى حماسي في حتة الدفاعية بس هنا الزمالك خلى عبد الله عبد الله ويوسف يضغطوا طخت عالي على السولية وعلى كريم فبالتالي الأهل بيطلع بالكورة ما كانش سليم فكان بيعتمد على الكور الزمالك لما نزل الأفشة بقى حل لما نزل عمله التغييرات لأن النهاردة النادي الأهلي لما تيجي تشوف الفرص اللي قطيحت له أمام المرمى مش ده النادي الأهلي وطبيعته لأن النادي الأهلي دايما بيوصل بعدد فرص كبير جدا في كل اللقاءات يستثمر منها ما يستثمر ويضيع منها اللي يضيع قدامه فاتعامل معه مع أن كان عنده حل كان عنده حل إيه أن كل لعبة النادي الأهلي كلها جات في اتجاه وعبدالله السعيد هنا عمل تحرك نموذجي نموذجي لو كان هنا باصة باصة زيزو بشماله هي الكرة دي بص التحرك هنا بتاع عبدالله يا كابتن كريم رحل بص لو وقفنا الكرة في الأعادة هتوها جنبيني هنا يا شباب لو شفتها هتلاقي زيزو هنا بذل مجهود كبير في الكرة فقال إيه أكمل على إيه أجيب بهدف في حين أنه لو التمرين هنا سليم بشمال عبدالله عبدالله بص حضرتك بص عبدالله هنا كابتن عبد الحميد جنبك بص عبدالله هنا يا كابتن كريم هل عبدالله هنا حد معاه مفيش حد معاه لو اتبسط له كان هيستلم وكان هيبقى منه المصطفى إنما هنا لعبة الأهل كلها شفت طبعا ده موقف خاطئ من لعبة الناد الأهل هم عارفين إن زيزو بشوت كويس جد ومصطفى تعامل معها للأمانة كويس يمكن دي هو طبعا زيزو بقى زي بحالك قلت لو تصرف بذكاء أكتر إنه هو خلاص لمهم كلهم حوالي بص هنا بقى بص بشمالك بص ما شوف عبدالله المساحة عاملت زي كبتن كتن فإذاً إنت هنا حتى الفرص اللي أطيحت لك الأوليلة كانت تصرفها برضو أطيحت لسيف الجزيرة كرة جريم خدها بغرابة جداً جداً بدماغ يعني إزاي تستلم براسك في المساحة دي المساحة دي ما فيش ما فيش المساحة دي ما تدليكش إن أنت تاخد براسك الكرة في المساحة هنا السلام على السد وإنك تحط فدايماً كراراتك في الشغل هنا في حين بقى تعالى هنا في الهدفين اللي أحرازهم النادي الأهل كرارات كانت في منتهى الجمال يعني اتعاملت اتعامل معها إمام عشور بيمينه كويس قوي لما انت حطش غير كده يعني حطها عكس اتجاه الحارس فهدف نموذج والتانية أفش أتعامل معها بمنتهى الزكاء لأن استغل استغل إن عواد ما شافش الزاوة ما كانتش كان خواف قدام بص هنا ما تحطش غير كده وحطها نموذج وهدف الهدف التاني بقى الهدف التاني يا كابتن كريم هتلاقي لا هو ما فاش تسلل خالص هتلاقي الهدف التاني بص حضرتك أفش أفش أستغل هنا تمريرة جميلة من إمام بص زكاء لعب زكاء لعب إن اللعب قافل على عوادتها ما شافهاش حتى لما راح راح متقق فده برضو زكاء لعب